إذن في الوقت البدل الضائع وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانون مشروع الإغاثة الخاص بتداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد الأمريكي وبعد عمليات شد وجذب كبيرة وطالت هذه العمليات للتوقيع على هذا القانون والذي سيصبح قانون بالنسبة لمشروع قانون الإغاثة الشامل الأمريكي تراجع ترامب عن تهديده الذي قال بأنه لن يوقع هذا المشروع قيمة المشروع التي تبلغ تريليون وثلاثمائة مليار دولار تريليون واربعمائة مليار ستذهب لتمويل الوكالات الحكومية أما بالنسبة لتسعمائة مليار من التحفيز المالي الذي مرره الكونغرس الأمريكي يعمل على منح الإعانات للأسر والشركات الصغيرة والمتدررة كذلك توقيع قانون تمويل الوكالات الفيدرالية لمنع الإغلاق الحكومي الذي كان من المتوقع أن يكون في جلسة يوم الثلاثاء ولهذا شهدنا هذا التوقيع قبيل هذا الإغلاق بـ 24 ساعة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لماذا تمنع الرئيس الأمريكي عن توقيع هذا القانون كان يقول أو شك من ضآلة حجم هذه المساعدات وقال بأنها ضعيفة للغاية وبحد تعبيره قال بأنها وصمة عار وغير كافية بالنسبة لدعم الأسر الأمريكية وكذلك الاقتصاد الأمريكي للتعافي من تدعيات جائحة كورونا المطالبة كذلك يقوم برفع قيمة الشركات المرسلة للأمريكيين من 600 دولار إلى قرابة 2000 دولار وكذلك ربما قد تصل إلى 4000 دولار بالنسبة للزوجين حسب ما أعلن عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نلقي ندرعا تفاصيل حزمة التحفيز الأمريكية التي كان قد مررها الكونغرس الأمريكي والتي تبلغ 900 مليار دولار تشمل 600 دولار للأفراد و300 دولار أسبوعيا إعانت بطالة إضافية كذلك لدينا 25 مليار دولار لمساعدة في الإيجار كذلك هناك العديد من تدعيات هذه بالنسبة على الإيجارات الخاصة بالأمريكيين لدينا 10 مليارات دولار رعاية الأطفال و82 مليار دولار منها تذهب للتعليم منها المدارس وكذلك الكليات والجامعات الأمريكية هذا الدعم الكبير يأتي لهذه الفئة تحديدا كذلك نلقي نظرة وتدعيات فيروس كورونا أو جائحة كورونا على الاقتصاد الأمريكي بشكل عام لأن هذه تعمل الولايات المتحدة على الدعم وتحفيز جديد لدعم الاقتصاد والخروج من هذه الأزمة شاهدنا انكماش في الربع الثاني بالنسبة للربع الثاني العام 2020 وتراجعات بـ 31% من نتج المحلية الإجمالي وهو أسوأ انكماش في التاريخ كان قد سجله الاقتصاد الأمريكي والذي كان قد انخفض أندق فقط بـ 10% عام 1958 ولكن هذا جاء بضعفين أكثر من هذا التراجع بـ 31% ولكن شاهدنا ارتداد للنمو وأكثر من 33% خلال الربع الثالث كذلك لدينا الوظائف والبطالة التي تركز عليها بشكل كبير هذه التحفيزات لأجل الدعم لدينا بالنسبة للوظائف في أكتوبر كانت سجلت 638 ألف ولكن في نوفمبر شاهدنا تراجع من نسبة لهذه النسب في الوظائف 245 ألف ولكن الفقدان الأكبر للوظائف التي شهدته الولايات المتحدة كان في أبريل 2020 وفقدت أكثر من 20 مليون وظيفة معدل البطالة أندك وصل إلى قرابة 15% كنا كذلك شاهدنا قرارات الفيدرالي الأمريكي وخفض الفيدرالي هذه معدلات الفائدة إلى أسعار أو معدلات صفرية من أجل تشجيع الاقتراض وكذلك تعزيز النمو في الاقتصاد الأمريكي كذلك هناك توقعات بتوسيع برامج شراء السندات بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والقوانين الخاصة بالفيدرالي الأمريكي إذن سوف نشهد ما هي تداعيات هذا التوقيع الذي عمل به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل دعم الاقتصاد الأمريكي ترجمة نانسي قنقر